بني اليوم مكون انا جالس كمحاضر امام اساتذة وفطاحل تعلمنا منهم الكثير وعلى رأسهم للساد علي الموسى وفي كلمة شهيرة قلتها في احد مقابلاتك قلت ما في مشكلة اليوم بالفوائض المالية المشكلة الحقيقية تكمل بالادارة هذه كلمة قلتها في احد المقابلات طيب سؤال جدا مهم سيد بحمود لماذا التأمينات انا من الناس اللي رفضت هذا القانون في اللجنة المالية وفي قاعة عبدالله السالم ولكن انا مع الناس اللي صوت مع القانون الاول المتقاعدين للتأمينات لانا كانت فيها مزايا كثيرة نعم لماذا التأمينات خلنا شوي نطلع من هذا الموضوع ونقول لكم ليش التأمينات لانا قدرنا اليوم كنواب بان عندنا لائحة داخلية سيئة والموضوع اللي طرح وممكن نستفيد منه هو موضوع التأمينات قدمنا كثير من الاقتراحات بقوانين وانت اليوم في هذه الجمعية المحترمة بأعضاءها المحترمين وانت احدثات الثياب وحمود في لجنة تشريعية قوانين كثيرة بانشاء صناديق بفتح مجال لاخوان المتقاعدين بانهم ردوني لبعض الوظائف نخلق فرص وظيفية ان كانت للشباب ليش نتكلم بس المتقاعدين ايضا الشباب وايضا الشباب الجيل القادم وينها؟ لان الحكومة مات بيها تحبس في اللجنة التشريعية لا هناك حلول وحلول كثيرة انا اليوم برلماني وظيفتي ما اطلع اتكلم وصارخ واعارض من اجل معارضة لا لا انا وظيفتي مراقب ومشرع وانتكلم في الشق التشريعي واجبي ان اقدم هذه الحلول بالمدرسة الاقتصادية اللي انا اعرفها واللي مقتنع فيها وفق مبادي اقدم حلولي من خلال اقتراحات بقوانين تسعة وثمانين اقتراح بقانون على الأقل انا اسام فيهم اللي قدرت انتغر منهم اربعة ليش؟ لانا في خلل في اللاحة الداخلية السؤال مهم السادة بدر السادة بدر الحميضي انتجارنا واحد اساتفتي امانة ولكن يعني اولدك واحيانا عندك عيال شوي شياطين اعتبرني انا واحد منه نعم نحن نعيش في لغة ارغام كل ما صحيحة ولكن ما فائدة الارغام اذا لا تكون هناك محاسبة صح؟ تفضلت في ميزانية الدولة واحد وعشرين مليار واليوم فعلا كلامك صحيح ما بين سبعة الى ثمانية مليار وبعد سنتين راح يرجعون الى مجلس الامة ويقدمون مشروع بقانون سحب من احتياط الاجهال وهذه جريمة بحق ابنانة ما بعد النفط ليش؟ تلاعب في الميزانية اللي حرق الميزانية المتقاعدين؟ اللي حرق الميزانية المتقاعدين؟ لا عندنا دخل ولكن قالها الاستاذ ولخصها في جملة مشكلة ادارة شنو الادارة؟ راقب العوامر التغييرية اللي في مشاريع القطاع النفطي مليارات يوفر الدولة راقب مشاريع الدولة كلها والتلاعب اللي يصير في كل القطاعات راح نوفر مئات الملايين قدمنا اقتراح بغانون اليوم في وضع اقتصادي مخيف بالعالم الكويت ما هي بمعزل ليش فلوسنا بره؟ وانا اعيد ان فلوسنا تروح بره انا ماني ضد احنا دولة صغيرة وصد ثلاث دول كبيرة والله يرحمنا برحمته من طموحات هذه الدول على دولة الكويت الوضع الاقتصادي خطير عالميا ويايا ازمة نحتاج نستثمر في الدول اللي بره لسبب نحتاج كسب ولااءات هذه الدول ولكن ولكن هناك صندوق الكويت للتنمية من انجح الصناديق ادارة في دولة الكويت بقيادة الاخ العزيز عبدالوهاب البدر صندوق ناجح بكل المقاييس وادارته القانون يقول يستثمر 100% اموالنا بره قدمنا اقتراح بغانون لتغيير القانون لفترة وجيزة لين تنتهي ازمة ويتعافى الاقتصاد العالمي وارد 100% بره بتالي اعطي 100% خلنعطي 60% ليش 100% فلوسنا اترح بره واربعين بالمئة تستثمر داخل الكويت تدخل في مشاريع الكويت اتوفر فرص وظيفية للشباب الكويتي تخلق فرص لاخوانا المتقاعدين تساهم في صناديق تدر اموال لاخوانا المتقاعدين مو كلنا نخلقنا تجار ولا كلنا نخلقنا نعرف الاسهم ولا كلنا نعرف مشاريع ولا كلنا رياضيين صح كلكم تحبون اتوقع رياضة سامحوني بعض لك سام ما تقول ايه بس كلنا نحب الرياضة صح انت لأ بس مصرق ما شاء الله بغض النظر بس اليوم فيه مدارس مختصة تدخل عيالتك تعلمهم فيه ناس مختصة لذلك ليش ما نأسس هالصناديق يديرونها ناس مختصين للشعب الكويتي الحين صاروا المتقاعدين والمواطن يدفع ضريبة سوء ادارة حكومية وين المسؤول جميل الفترة اللي طافت سمعنا ان السويد والنيرويج يرفعون سن التقاعد اللي 75 سنة صحيح وانا امين الله هذا الطرح حقيقة ولكن ايضا بالسويد والنيرويج الفاسد يحاسب ليش ناخذ شق وما نتكلم في الشق الآخر النيرويج لا تعتمد على الدخل النفط لانها بنت اقتصاد متين وبعدها اكتشفت النفط للأسف لكويت نعمة النفط دمرتنا خلالتنا شعب استهلاكي ثقافة استهلاكية نعتمد على غيرنا ولا تلوم المواطن لما يروح ياخذ قرض فيه ناس تاخذ قرض تبي تبني عشان تسكن عيالها فيه ناس تاخذ قرض عشان تزوج عيالها فيه ناس تاخذ قرض عشان تودي عيالها يدرسون فيه ناس تاخذ قرض يودي والدتها علاج ترفض علاجته ما عنده واسطة ما فيه شي واضح ما فيه شي واضح بعدين اللوم المتقاعد وليش وليش اتفق معاك ليش التأمينات لكن هذا اليوم قدرنا ان القانون يععد تأمينات وحاول ننساهم لكن فيه قوانين افضل من هذا القانون في اللجنة التشريعية افضل بكثير انا معاي اربع قوانين ودي اعطيكم اياها اليوم تدرسونها ونحتاج يتحرك المجتمع ويعمل فرق عمل ضغط موجودة بعلان كله لوبيات عساس نعدل العجاج الاقتصادي اللي موجود بالكويت تدروني مشكلتنا ولا حد يزعل مني وكلامي للبعض وليس الكل مشكلتنا اليوم احنا اليوم بصغرك بصغرك شوي احنا جيل احنا نواب لأجل جيلنا نقاتل لهذا الجيل وفق الامور اللي تعلمناها منكم ولكن البعض من الجيل السابق للأسف كل ما تطلع شيء بفيد المواطن قال لك المركز المالي للدولة الله عليك الله عليك المركز المالي للدولة لا والله اتشرف فيهم اول مرة اشوفهم طيب وين المركز المالي للدولة وين المركز المالي للدولة لما صاحب السمو امروا قال نبيل كويت مركز اقتصادي او مالي عالمي ما خذينا شبر جدام لم يحاسب احد صح في احد حاسب وين الخطة الاقتصادية اللي صرفت فيها عليها مليارات هل احد حاسب لا وين الطبقة الوسطة وكأن هناك شيء ممنهج لمسح اهم طبقة في اي مجتمع وهي الطبقة الوسطة وينها لما نحن ندافع ندافع عن جيننا كذبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مليارين دينار راس مال ممتاز وتصرف حكومي سليم ولكن مولكي يبي فلوس انا مو ضد مشاريع البقالة ولا المطاعم بالعكس عندنا مطاعم نجحت وخذوها فرانشايزات بره انا ادعم لي هذا الطرح ولكن المشاريع الحقيقية الشاب الكويت اللي عنده مصنع يبي ارض وين الاراضي الصناعية وين الفكر الاقتصادي السليم بانك تبني مدن اقتصادية قطر والازمة اللي حاشت قطر تعتمد على الالبان طول عمرها على المراعي بعد الازمة تعلمت عشر مصانع على المان للاكتفاء الذاتي وين الكويت من هذا الموضوع تخلق فرص وظيفية للمتقاعد والشباب ليش ما عندنا شذي نحتاج هيكل الدولة ونحتاج سؤال سؤال الكل شنو منظورنا الاقتصادي شنو منظور حكومة الاقتصادي دستورك اشتراكي ورأس مالي اول مرة يصبح شيء شذي شنو منهج الاقتصادي مالنا لكن للأسف وكرر كلامي البعض وليس الكل من الجيل السابق نصب من نفسه نحن نخبه ونحن نفهم كل شيء لكن يعني يعني افلاس الصناديق التأمينية نسيته ما شفنا هذا الحماس حاسب ومنتسبب فيه خسارة هذه الصناديق بس اذا فيه شيء حق المواطن تطلع هذه الاصوات وهذا حق وحرية لكم لكن ليش ليش شبكة الامال الاخيرة اي التأمينات انت حسيت انك بتعاقبني انا كمتباعي لاني اخد خطأ في منظومة حسيت شنو بتعاقبني انا انا ما قا عاقبك ابدا انا قا افتح لك المجال انا موضوعنا اليوم عد التعديلات على قرون التباعد ورفع من 7 الى 16 وتأثير على مؤسسة تأمينات اعتبق مع الكلام اللي قلت هذا كله حلو هناك الخائل بكل ما رأى فوق الدولة بس اولا ما هذا الموضوع اليوم بلاجئ بعدين انا شو ننبي شو ننبي المؤسسة اللي اصال طرحتها بالبداية لبارة تأمينات حلوهم اي طريق ثان بس دار يعني الدور هذي المؤسسة اللي كانت تشار اليه عبد البنان وما زاله من هم الأفضل المؤسسات العزارة الرحمنية سيد بحمود انا اتوقع جاوبتك ان شاء الله انا اتوقع جاوبتك من وقته بنتخل حد انا اتوقع جاوبتك انا اتوقع جاوبتك قلت لك التشريعات موجودة في اللجنة التشريعية ولكن هناك من جانب حكومي وبعض نوابها قاد يقمتون هذه التشريعات وهي بعيدة كل البعد عن التأمينات ولكن القدر اليوم يأب موضوع التأمينات وحاولنا نساهم فيها نغير فلسفتها مثل ما تفضل ساد براشد انا بس اخر كلمة اساسها ما اطول اقلب القوانين اللي نقترحها تحتاج رؤوس اموال بانشاء صناديق سواء للمتقاعد او للمؤمن عليه او للمواطن ورأس الاموال لما نتكلم فيها تقول لك الدولة ما عندها فلوس ولكن لما نشوف شركات استثمارية في ازمات الصادية اطيح ايول التأمينات ليش التأمينات نفس السؤال ضخوا في هذه الصناديق عشان هالشركات ما اطيح طيب نفس السؤال هذا ليش ما يوجه لماذا الفلوس تطلع من التأمينات هذا فيلم فيلم مصراد بيتنام بس مو موضوعنا ولكن لماذا ايضا التأمينات تساهم في صناديق خسرانة عزاس زين والمؤمن عليه شلون المتقاعد شلون اللي بيتقاعد شلون ترى نفس الشي لماذا تأمينات لماذا تأمينات شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر